في كل مرة تذهب سيئون بعيدا عن لغة الحرب تقاوم الواقع بالثقافة والعلم فللعام الثاني على التوالي يصر شباب وفتيات من طلاب وطالبات الثانوية العامة على إطلاق معرض سيئون للكتاب بإمكانيات تبدو بسيطة لكنها تتطور وتنمو دوافعهم تكمن في نشر وتنمية وعي القراءة وجلب مزيدا من الكتب لمدينة تفتقر إلى المكتبات بصورة كبيرة لأن المديرية تفتقر للمكتبات فحرصنا على إحضار الكتب من مكتبات خارج الجمهورية لتوفرها لديهم وعرضها هنا والهدف الأول للمعرض هو تنمية القراءة لدى الشباب حتى إن لم يكن بعض الشباب يقرؤون عندما يسمعون مثل هذه الفعالية ربما يقبلون من باب الفضوء فيجذبهم عنوان أو شيء ويبدأون بالقراءة وتكون شغف لهم المعرض ضم أكثر من ألف عنوان تنوعت بين كتب أدبية كالروايات والشعر والقصة وكتب في مجالات أخرى ككتب الطب والعلوم والتكنولوجيا والتاريخ بمشاركة مكتبات من صنعاء وتعز والحديدة وحضر موت صراحة أنه أعجبت بما وجدت في هذا المعرض معرض سيئون للكتاب لهذا العام وكان هناك حضور لافت من جميع الدار النشر والكتب متنوعة منها روايات عربية وروايات أجنبية مترجمة وكذلك روايات يمنية حقيقة فرصة هي أيضا لرفع معنوية القراءة بالنسبة لمجتمعنا فإذا صار شعبا غارئا ستجد الأمور على أفضل ما يرام حقيقة الشعوري بالفرحة بالذات أنها مبادرة شبابية ومبادرة من بناتنا بهذا المستوى فعرف شكر لهم التواجد والإقبال المستمر للزوار بمختلف فئاتهم العمرية والعلمية يعكس مدى شغف الناس هنا بالقراءة واقتناء الكتب رغم المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد جراء الحرب والأوضاع الاقتصادية والإنسانية فعلى مدار سبعة أيام يستمر المعرض باستقبال زواره خلال فترات الصباح والمساء يكون عمرك عشرين عاما تقرأ كتابا يصبح عشرون عاما وكتاب شعار اتخذه القائمين على المعرض في دلالة أن الإنسان بثقافته وفكره لا بنسبه وعمره عبدالله مؤمن يمن شباب سيئون اشتركوا في القناة